بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 2 part 2 design of spiral reinforcement بنتكلم على تصميم الاعمدة اللي هي spiral columns طبعا احنا عندنا نوعين من الاعمدة اللي هي tight column او spiral columns ال tight columns الكنات اللي عندي بتبقى افقية ال spiral columns بتبقى الكنات الموجودة كنات حلزونية والفايدة بتاعت ال spirals هنا في الحالة ديات انها بتقلل الباكلينج اللي ممكن يحصل على العمود الحاجة التانية ان ما بيحصلش صدن فيليل في العمود يعني لما نيجي نشوف ال behavior بتاعة tight column تقريبا بيبقى بالشكل دوت بالنسبة لل spiral column بيبقى بالشكل دوت بمعنى ان دي كمية deflection اللي بتحصل في حالة spiral دي كمية deflection اللي بتحصل في حالة tight column وبالتالي هنا بيبقى more ductile بيبقى فيه ductile failure هنا ممكن يحصل brittle failure او sudden failure وده شيء خطير جدا في المنشآت الخرصانية في بعض الحاجات اللي بنعرفها asb اللي هي the cross section area of spiral bar dcc center to center diameter of the spiral coil الا core area of column core to outside of spiral coils البيتش اللي هي المسافة بين كل spiral والتانية يبقى المسافة دي هي عبارة عن البيتش وده هي عقل من او يساوي الarea spiral في البي في ال dcc في ال f y على 45% f c dash في الarea gross minus الarea core بنقول ان البيتش بتاعت السبيرل ال distance اللي هي موجودة center to center دي اكبر من او يساوي واحد انش او او اقل من او يساوي 3 انش يبقى دي الليمتز بتاعت البيتش او ال spacing بتاعت الكويلز اللي موجودة اللي بتكون ال spiral في العمود تيت رسمة بتوضح ال spiral column دي المسافة اللي هي البيتش ده long bar دي ال spirals اللي عندي ده cross section بتاع العمود اللي هو round column spiral وقلنا العمود ده الفايدة بتاعته ان ductility بتزيد مع وجود ال spirals وبالتالي بيبقى عندي المودة الفايلير ده ductile mood not sudden mood